فاكرين الموضوع بتاع المطعم بتاع الرجل السوري والسيدة المصرية اللي حصل مناوشات والفيسبوك تقلب ضد السوريين مع السوريين وعلى سيت وضد السيت راخدت وجهة نظر ساعتها وقلت انه بصرف النظر عن مين اللي غلطا كان انا ساعتها بصرف النظر عن مين اللي غلطا انا بحاول دايما ما اخش في تفاصيل اوي بحاول ابو الساعة السورة من فوق دايما لما ايجا حد ينظر نظرة واقعية ينظر نظرة تليسكوبية بتليسكوب يشوف من بعيد الاول الدنيا فهي ايه وبعدين يبدأ يخش بتليسكوب بقى يشوف بالتفاصيل فبنشوف من بعيد خناقة خناقة ايا كان بقى فيه تصادف ان الرجل سوري ممكن يبقى مصري على فكرة اللي عنده المطعم وعمله تحت البيت وفيه بتجاز والبيتجاز بشعر في عشر شعلات والبيت الشقة اللي فوق منه طبعا نار جهنم بالتأكيد يعني ده موجود في اسكندرية عند الرجل السوري والست المصري دي بس اكيد موجود في مئات بل الاف الاماكن مخالفات مخالفات بيعمل تحت البيت كافير بيعمل تحت البيت قهوة بيعمل تحت البيت غرزة بيعمل تحت البيت مصمط بيعمل مطعم بيعمل بتاع شاورمة ايا كان موجود في كل مكان فوضى عارمة وفساد عارم واهمال جسيد موجود فيه ناس بيتفاهم مع بعض بيرضوا بعض فيه ناس بيكونوا بياخد بيروح جاي يقولك اشتري دماغي واناخد الدور الاول كله عشان ما حدش يشتكي وفاهم بيعمل الامارة بتاعته ايا كان الوضع في النهاية في النهاية انا مروحتش قلت الرجل السوري غلطان او الستر المصري غلطان ولا قلت ده صعب حق ما قلتش القصة دي خالص انا قلت القاتل قلت انه فيه اهمال مسؤول عنه الحي فين المحليات ده اللي انا قلته باختصار شديد اللي خلق الازمة غياب الدولة اللي خلق الازمة غياب المسؤول اللي بيمثل الدولة والرئيس كان في اسكندرية في قارة محمد نجيب قال اي مشكلة في اي مكان اي اهمال اي تعدي على ارض الدولة اي سرقة فيها الدولة غايبة الدولة فين اشتركوا في القناة